تتجدد التظاهرات في العراق وعلى وقعها تتسع الهوى بين طبقة سياسية تعيش برخاء وبين شعبين يعيش نحو 35% منه في فقر مطقع لتزال بهذه النتيجة كل الفواصل وتسقط حجج وضعتها الحكومة أكدت فيها انشغالها عن التنمية ومحاربة الفساد بمحاربة الإرهاب من هذه الفترة اللي حكمونا هؤلاء بأنه جاءوا ليهدموا البلد ولا إنه ليبنوا البلد لا والله لا والله وهذا سنتاج تلاحظ الشعب السئلة وليهدي ليش ما متزوج أنت يهز برأسه ويطرق رأسه إلى الأرض وهو يقول ماذا هو أنا كيف أنا أكل إذا تريدني أنا أتزوج ماذا أعطي لزوجتي الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية يفسر السبب وراء المقاطعة الشعبية للانتخابات والتي وصلت بحسب فريق المراقبين البريطانيين إلى 18% وأكدت إدانة المقاطعين لهم واعتقادهم بأن شيئا لن يتغير مهما كان شكل الحكومة القادمة حتى الذين صوتوا في الانتخابات كما تنقل صحيفة الانديبندت البريطانية في تقرير لها خاب أملهم ويقولون إنهم لن يصوتوا مرة أخرى وتؤكد الصحيفة البريطانية أنه بعد رحل تنظيم داعش سيظل العراق دولة فاسدة للغاية وهو ما يفسر إحباط العراقيين الذين يعرفون أنهم يعيشون في دولة غنية لكنهم يرون أن ثرواتها تصرق أمام عينهم لكن كيف استطاعت الحكومات المتعاقبة الإفلات من هذه الصرقات؟ سؤال تقول الصحيفة البريطانية إن إجابته تكمن بتحويل انتباه العراقيين عن نهب عائدات نفطهم من خلال ادعاء تلك الطبقة السياسية بأن النضال ضد قوى الإرهاب هو شاغلهم الوحيد وناشد من أجل ذلك التضامن الشعي والكردي ومع انطلاقة الاعتصامات السلمية في المحافظات المنطفضة نهاية عام 2012 وقمعهم من قبل المالكي يبدو أن الغضب الشعبي المشتعل في كردستان ومدن الجنوب جراء الفساد وانقطاع الكهرباء وغياب الخدمات يسير على نفس المنوال في وقت يقول المتظاهرون إنهم لن يسمحوا بامتصاص غضبهم مرة أخرى واناشدكم إذا عدكم مروا أو عدكم إنسانية اتنحوا عن الحكم خليش غيركم كافيخ مستحسنة بديكم شلو سويتوا أنا وراء ترى شيعية أو أنا ما من تنمية لأي حزب أو لا قبل من تنمية للحزب فاللي أريد منكم بكرامتكم كلمانية مثل ما جئتوا بجنطة اطلعون بجنطة أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام ضمنتوا اسمع ضمنتوا حياتكم أنتوا أولادكم وأحبادكم ماما عوفوا البلد الله يخليكم عوفوا البلد يا حيدر العبادي أنت رجل ما تصلح القيادة البلد وفي ظل آليات الفساد التي تديرها الأحزاب السياسية تنقل صحفة الانديبندت البريطانية عن مظهر محمد صالح المستشار المالي للعبادي أنه يبدو من المستحيل محاربة الفساد بهذه الطريقة ما لم يتغير النظام السياسي في العراق بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر